السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الثلاثاء 13 أب أغسطس القمر اليوم موجود في برج العقرب لغاية الساعة 10 صباح من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينج بعدها بده ينتقل لبرج القوس ورح يظل موجود في برج القوس لغاية الساعة 55 دقيقة من بعد عصر يوم الخميس بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجدي القمر الآن موجود في منزلة الشولة وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 7 و14 دقيقة مساء بتوقيت جرينج من مساء اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلتنا عائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق القمر بما أنه موجود في برج العقرب لغاية ساعات الصباح فخلال هذا الوقت ما منعرف الحل الوسط في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا إحنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة للأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي يمكن أن نلتزم الصمت أو الصبر في هذا الوقت لأنه ممكن أي واحد عنده مشاكل عاطفية أو ضغط عاطفي أنه ينفجر عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حوله يمكن الاهتمام فيما يتعلق بشركات التامين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية أو مشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار مهم أو مثلا شراء أو استئجار منزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 4 و23 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر وعندين غريبين الأطوار ممكن تعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن أنها تعرضنا للفراق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين نبتون عاي الزاوية رح تكون الساعة 9 صباحا بتوقيت جرينج متعزز الخيال الخصب بيقوى الحدث عليه فأن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل وهذا هو الوقت المناسب للراحة بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال اللي تتعلق بالمسرح أو الروحانيات بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة 9 صباحا أو التاسعة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت جرينج يعني مدة ساعة تقريبا وهاي المدة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 10 صباحا خلص القمر بنتقل وبيستقر في برج القوس عشان هيك بنبدأ نشعر بالارتياح والسعادة والنشاط بنلتقي بأناس أكثر سعادة بنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاعلنا والطاقة العالية الموجودة عنا بيتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازات وممارسة الرياضة والخروج في نزهات ويمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية راح تكون الساعة 10 و44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية راح تكون الساعة 12 و8 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش بعد الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع وهي مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعبين من زيادة الأحمال فممكن نتعرضهم للحوادث ففي هاي الفترة برضو ما منحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح عندنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايد لبرستاتا عظم العانى والجينات أما من ساعات الصباح وما بعد بيصير عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هاي الأعضاء اللي بتصير أكثر حساسية طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم ولكن مش بفترة خلو المسار يا قبلها يا بعدها ومش الأعضاء اللي ذكرناها المناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للصفغ والحنى ويصلح أيضا للقص العلاجي بما أن القمر رح ينتقل ويستقر في برج القوس خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس بيبدأ ساعة أربعة وواحد وخمسين دقيقة بعد العصر وبينتهي ساعة خمسة وخمسين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره تسع أيام الساعة 11 واربع دقائق صباحا يعني منبدأ باليوم العاشر نسبة الإضاءة 62% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22 ثمانية منتحس الآن بنسبة 10% ساعة الصباح سعيد بنسبة 15% ساعة الظهر سعيد بنسبة 60% القمر في العقرب ورح ينتقل للقوس ورح يضل في القوس ليوم 15 ثمانية سعيد الآن بنسبة 15% ساعة العصر منتحس بنسبة 40% أما في ساعات المساء المتأخرة يعني بصير منتحس بنسبة 60% عطارد في العذراء بيتراجع حتى يوم 15 ثمانية طبعا بعدها بده يبدأ التراجع بالأسد يعني بده يتراجع للأسد يوم 15 ثمانية يوم بعد غد سعيد الآن بنسبة 5% ساعة الفجر منتحس بنسبة 10% ساعة المساء منتحس بنسبة 40% الزهراء في العذراء حتى يوم 29 ثمانية منتحس بنسبة 60% المريخ في الجوزاء حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الدلوب يتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بيتظل تركيز على الأموال المشتركة وظل في فرصة متاحة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض مع هيك بتخففه من النفقات المتصاعدة قدر الإمكان ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف خلال هذا الوقت أما من ساعات الصباح وما بعد أو من ساعات الظاهرة وما بعد بتنشطوا في مجال السفر أو الاتصالات أو اللقاءات وبيكون لكم برضو في فرصة للقاء بتفتح أمامكم أبواب تتعلق بالتسويق النشر الدراسات السفر الدراسات العلية طبعا أو دورات تعليمية وبتفرحوا لانتصار أو لرحلة أو للمشاركة ناجحة في مجال ما أهم مش إنك تتحرك على مختلف الأصعاد لأنها فترة إيجابية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر مازال موجود مقابلكم تماما فهذا الشيء بظل يركز على أمور الشراكة المالية والعاطفية أو العمل والعاطفة بإمكانكم تعزيز شراكاتكم سواء في المجالين اللي ذكرناهن ولكن تظل فترة سلبية وضاغطة لأن القمر مقابلك تماما فحاول أنك تصبر وكون أكثر مرونة أما من ساعة الظهر وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخلوا تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور بمسألة تتعلق بالوضع المالي فترة جيدة لتصحيخ خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر في البيت السادس سوف ينتقل لمقابلتك فترة ضغط ستبدأ من اليوم من الآن وحتى ساعة الظهر حاولوا انك تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم كونوا منظمين واحسنوا ادارة عمالكم وحذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم اما من ساعات الظهرة وما بعد بينصب اهتمامكم حول تعزيز شركاتكم حافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا الكلام ما توجهوا اي ملاحظة وحاولوا انه ما تدخلوا باي نزاع او عصبي مع اي شخص انها انت الخاسر خلال هذا اليوم وطاقتك ضعيفة برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان تشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم من الان وحتى ساعات الظهيرة وما بيدخل الحظ المالي والعاطفي عنكم ابتنفرج اساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا وتعتبر فترة ايجابية لازم تستغلها قبل ساعات الظهيرة اما من ساعات الظهيرة وما بعد بيتراك من العمل لديكم لا تهملوا صحتكم حذروا من تعب صحي او جسدي يمنعكم من اداء واجباتكم اليومية كما يجب ابتظهر بعض المسائل العائلية او الشخصية الطارئة او ممكن تشعر ببعض التوتر برج الاسد بالنسبة لما وليد برج الاسد بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم من الان وحتى ساعات الظهر وبتجدوا تعاون من افراد العائلة ولكن ممكن تقلق حول وضع عائلي او منزلي او ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية اللي مطلوب منك انك تكون عقلاني في حلها اما من ساعات الظهيرة وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع احبائكم بتفرح لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة جيدة وممكن تتلقى اشارة ايجابية وهي فترة مناسبة للتحرك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتنشطه في مجال السفر والاتصالات والامتحانات واللقاءات من الان وحتى ساعة الظهر وبإمكانك تعزيز العلاقة مع اخ اوجار وبتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة وديها وخاطر وبتلفت الانظار اما من ساعات الظهر وما بعد بتفضلوا الاجواء البيتية والعائلية لطفوا الاجواء العائلية الضاغطة لانها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك وحاول انك ما تخالف القوانين واحترم المواعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا من الان وحتى ساعات الظهر بظل في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل اضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات تمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف اموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الاموال ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي او قرض او تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات اما من ساعات الظهر وما بعد بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر فترة مهمة للتواصل مع المحيط ومع المجتمع ولا اسمع صوتك وممكن تقوم برحلة عمل اتحرك بفعالية كبيرة ونشاط عالي لانه اليوم في فرص كبيرة للك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا ثقتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط من الان وحتى ساعات الظهيرة وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية في انفراج وتقدم ملموس عليك التحلي بالحكمة والواقعية في حل بعض الامور وبتشتد عزيمتك اكثر فاكثر اما من ساعات الظهر وما بعد بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم اهمش انه ما تغامروا باموالكم هذه فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في انجاز ما لديكم من عمل متراكم من الان وحتى ساعات الظهر ابتهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك لانه القمر ما زال موجود في بيت المتاعب حاول انك ما تتخذ اي قرار حاسم مشي الامور بشكل روتيني لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر وما بعد بتستعيد نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية قوية جدا للبدء بمشروع او خطة جديدة وبتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع مثلا او فكرة او حدث معين او حسم امر عالق برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم اشخاص ممكن يحققوا امني بمساعدة صديقه منكم اشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة وبتتسع افاقكم وبتحتفلوا بنجاح او تطور علاقة حاولوا انك تنجزوا كل الاعمال الضرورية والمهمة باستعانة باصدقائكم او معارفكم لغاية ساعات الظهيرة لانه من ساعات الظهر وما بعد بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه اكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لانها فترة فارغة وفاشلة وحاذروا الافكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب امالك او تتأخر اعمالك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هذا اليوم بظل مناسب من الان وحتى ساعات الظهر للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على انجازاتكم القائمة ولكن بتكونوا تدهدوا من روعكم وما تنفعلوا واتجنبوا مخالفة القوانين اما من ساعات الظهر وما بعد بتلتقوا الاصدقاء حول تصحيح العلاقات المتردية ما تبقوا واحدين فترة نشطة وواعد دراسيا او مهنيا او عائليا وبتكثر الاتصالات والموعيد برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة من الان وحتى ساعات الظهر وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب احباكم معكم وبعضكم امكن يذهب في رحلة او يروج العمل او يحصل على معلومات ما كان يتوقعها وبظل فترة فيها نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية اما من ساعات الظهر وما بعد بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية اهم اشي انك ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسؤوليات وممكن تواجه امر صعب ومعقد فالتزم بمسؤولياتك وبظل فترة واعدة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد انتظار وارد اصرح لقاء اشهد انتظار. اشهد انتظار الى السب Restaurant